من العزاب عم بشوفك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل العم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فانا ويتغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة مبين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا ناري او هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه من النوع من الاشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جد كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان لان اذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة لانها تكون راح تكون الخير لالك فيها فيها مستقبل فيها توديعي يعني هذا الشخص راح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن راح ازعل كتير منكم لو ما قبلته في هذا الشخص او فكرته بس بالمادة فاذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيه حلوة عم بكشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون فيه مصالحة عم بيكون فيه مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين فيه بشرة حمل ممكن تكون او فيه حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع فيه نوع من العدل والميزان راح يكون فيها في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من سلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلاص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج واكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن هم بشوف فيه فرح وفيه سعادة فيه اكتر من كرت للمتزوجين اذا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون فيه علاقة جدية في الطريق شوف بالنسبة للمشاعر فيه حب حقيقي من الطرف الآخر فيه اندفاع نحوك فيه اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او فيه علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك تعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون فيه نوع من السعادة فيه ربيع حوليها يعني فيه فيه بشائر فيه فيه اشياء حلوة ممكن يكون فيه سفر اما للشريك او انتم مع بعض فيه انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتمنشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون فيه ارتباط ممكن يكون فيه فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وكأنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن فيه سعادة فيه فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي اتقاط وتمشي لقدام مع الشريك فيه خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي طرف الآخر حاسس بحيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من أشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه مبين كتير فيه جروحات عم بيعاني منها او عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون فيه حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعدت بناتكم ممكن انت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع او لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف اذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع اكتر من حدا في سبيل انه يتسلى او عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لانه انت كأنك مفهمه انه يا يا علاقة جدية وارتباط يا بلا وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة اخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل قبل ما يرجع وكأنه انت كاشفه يعني كاشف كل لعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لانك انت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الادمان او عم بيحاول انه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع اذا راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي اول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكتبون في اشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الاخر خلينا نشوف اذا فيه نصيحة من الكون او الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد او اكتر من صعيد نشوف شو الورقة ممكن يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقولك انت بيقولك انت حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقولك لا كون اكيد من القرارات او من الاحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة اذا بحكي لك اطلع من الطاقة اللي انت فيها لانه ما عم بيسبب لك الا انه يدخل اشخاص سلبيين ممكن تجذب اشخاص سلبيين اذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقولك يعني ما تشغل بالك في صغائر الامور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الامور بالاجمال كتير حلوة والمصيحة كانت حلوة بالورا فيعني شهر حلو لبرج الميزان نسبة تسعين بالمية ممكن يوصل يعني من احلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة